بكل الحب والأشجان عطاء الخالق المنان وهذا الكون أجمعه لأجلك أيها الإنسان لأجلك أيها الإنسان لك الرحمن قد أعطاه كرامته فكن أهدا وأنت الشامخ الأجداء أيها الإخوة والأخوات السلام من الله عليكم ورحمته وبركاته منذ عصر الإزدهار المعرفي قال الفلاسفة إن الاستمتاع بالفن رياضة نفسية هامة وهي وإن كانت هامة في أوقات ما إلا أنها تبدو أشد أهمية هذا الوقت في زمن تتغنى فيه الأمة بحريتها وتتعالى على جراحاتها كما أنها بحاجة لبلسم يضمد آلامها وفي الوقت ذاته أمل يكافئ نشوة انتصارها إلا أن البعد التكويني للفنون يذهب إلى عمق آخر في أثر الفنون في تشكيل الفكر الإنساني وتحريره من قيود الاستبداد المعرفي والتأطير المصلحي للأقوال والأراء وعالم الفنون اليوم دخل عالم الصراع السياسي لما يحمله من تأثير مباشر على العقول الحرة وهو باق ليدخل إلى عوالم جديدة من حيث رضي الرافضون أو سخطوا أيها الأخوة والأخوات الفنون وأثرها في تشكيل الفكر الحر هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم برنامج أيها الإنسان مع ضيفه الدائمة دكتور علي بن حمزة العمري رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة ورئيس منظمة فور شباب العالمية حياتكم الله دكتور الله حياتكم دكتور بدأنا نتحدث عندما نقول في عنواننا أثر الفنون على الفكر أول ما يتبادر إلى الذهن محدودية حركة الفنون في قسم واحد أو جانب واحد اللي هو جانب الشريعة الإسلامية ما يروج أيضا من تحريمها للكثير من الممارسات الفنية وغيرها دعنا نتحدث بدأنا عن هذا الموضوع وبهذا المطلق من هذا العنوان بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه والتاع بيعين وسلم الإسلام كثيرا إلى يوم الدين وبعد الفنون أمر فطري عند الإنسان حتى الطفل الصغير وهو يولد تجده يحب المناغة ويحب الكلمات الجميلة ويحب العبارات المناغمة إنه يتفاعل معها بفطرته هكذا منذ أن جبله الله سبحانه وتعالى وحتى القرآن الكريم هو يتكلم عن جمال الجنة وعن عرضتها وعن ما يغري الإنسان للدخول فيها بعد طاعته وعبوديته لرب سبحانه وتعالى تذكر جوانب الفنون فيها والقرآن الكريم يقول ذوات أفنان في الجنة والأفنان جمع فن فنون وأفنان قيل أغصان وقيل معناها الأشكال والألوان وهذا هو مغزى كلمة الفنون تماما يعني هي أحد معانيها كما يقول جماعة من المفسرين إذن الفن وارد في القرآن الكريم بهذا المعنى معنى الأشكال والجماليات والألوان والأصباغ والتغيرات الجمالية التي تحدث الإنسان من لمساتها ومن أشكالها ومن صورها ومن إبداعاتها كما شاء الله سبحانه وتعالى إذن هو جانب موجود جبلة وهو جانب يدعو إليه الشرع ويدعو إليه الإسلام وقد وجدنا أن هذه الكلمة البديعة في دلالتها اللغوية أعمق من أن يتكلم الإنسان عن الفن في مجرد رسم أو مجرد صوت يؤديه الفنون أعمق من هذا بكثير يعني ممكن أن تشمل الأشياء المشهورة المعلومة عندما نتكلم عن العمارة كفن أو نتكلم عن الرسومات أو نتكلم عن الأداء الصوتي كذلك ممكن أن نتكلم عن الفنون في جوانب الخطابة جوانب الشعر جوانب الإبداع لأنها تحمل حقيقة رسالة ذات مغزى الفن ممكن أن يكون في فن الطبيب هذا الطبيب بالحتي يقوله الطبيب هذا جرب آه متقن فنان ما يؤذي المريض يتكلمون عن الطيار الآن وجدنا بعض الرحلات عندما يزلون يصفقون للطيار حتى لعب الكرة الآن يسمونه فنان فإذن الفن في دلالته اللغوية تعني هذه الإبداعات الجمالية في كل مجال يعني في كل مجال إذن قضية أن الإسلام منذ الأساس لم يأتي لنشرها أو للدعوة إليها أو لممارستها لا هو شيء يناقضه حتى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجدت في أحد الكتابات التاريخية أن بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان عند خديجة لأن وضع خديجة كان في زينتها وفي زخرفتها لبيتها كان مزخرفا وكان مزينا حتى أن بعض الدراسات الآن الحديثة الموجودة وقد وجدت في مكة ونشرتها بعض المواقع الإلكترونية أثبتت هذا المعنى وبعض الباحثين درس هذه القضية إذن ليس هناك ما يمنع كما يقال وكما يروج من أصل هذه القضية جميل دكتور بعيدة عن الحكام الفقهية أيضا أحكام الشريعة التفصيلية هل يمكن لنا أن نرسم صورة واضحة توضح ما سمحت به الشريعة من الأدلة يعني مع الأدلة للفن وتأثيرها أيضا عن الفكر إذا قلنا أن الإسلام دعا إلى هذا المعنى فإنه بصورة عامة يعني عندما نريد أن ندخل إلى موضوع الفكر في ابتداء نريد أن نتكلم عن موضوع الفنون يعني بمساراتها المختلفة ستشد هذا الباب من أوسع الأبواب سواء في جانب الممارسة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية كما يقولون وأيضا في الجوانب القولية وما تكلم به بعد ذلك الفقه عليه ورحمة الله من شرح وبيان أنا كتبت سابقا قبل بضع سنوات كتاب أسميته الفن المعاصر صوره وآثاره فلسفته وأحكامه يتكلم هذا الكتاب عن الفنون في جانبه جانب الأحكام منه وجانب الفلسفة والآثار سأختار هنا بعض الأشياء التي تغرينا للحديث عن هذا المعنى ونحن نتكلم عن جوانب مختلفة أو جوانب ملونة مثلا في قضية الرسوم 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 يعني اليدوية هذه فيها كلام كبير عند الفقه عليه ورحمة الله منهم من نظر إلى ظاهر الأحاديث ومن عن نبي صلى الله عليه وسلم عن الصورة ذات الروح الكاملة ومنهم من نظر إلى جزء الصورة وهذا مستثنى في الحديث اللي هو في صحيح مسلم إلا رقما في ثوب رقما في ثوب يعني جزء من صورة يعني يجوز للإنسان أن يرسم جزءا من صورة هذا مستثنى من الأحاديث بالعموم لكن بعض الفقهاء مثل حافظ بن حجر عليه رحمة الله وغيرهم ذكر أن المقصود بالصورة الكاملة هي الصورة التي يضاه فيها خلق الله بمعنى أنك أنت تريد من هذه الصورة التعظيم أو تريد من هذه الصورة منع العبادة أو تكون فيها بعض الأشكال الغير مقبولة حتى الصورة الكاملة يرى الحافظ بن حجر وغيره عليه رحمة الله إلى أن الصورة هذه تجوز في مفهومي أو منطوقي كلام النبي صلى الله عليه وسلم واستدل لذلك بمجموعة من الحديث مثلا إحنا رجلنا النبي عليه الصلاة قبل الصورة الكائن الحيمة مثل الطير في الأرض يمتهن وهي مرسومة كاملة ورأى البعض أن هذا التي وجدها أمام بيته مرسومة وامتنع من الدخول عليه الصلاة والسلام على أن تشغله عن طاعة الله أو أنه في مقام أعلى عليه الصلاة والسلام فهنا ممكن أن يكون في ذات المقامات العلية لكن الإسلام لم يأتي ليحرم هذا وعندنا مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم نقلت عنهم كلاما طويلا هنا في مسألة ما كانوا يستخدمونه حتى في الخواتم التي يضعونها فمن ذلك مثلا أن خاتم دانيال وهذه كلها يذكرها ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره في قول الله تبارك وتعالى يعملون له ما يشاء من محاربة وتماثيلة وجفان كالجبالي ودور الراسيات قال كان خاتم النبي دانيال على فصه أسداني لاحظ يعني كائن كامل بينهما رجل وأعطاه عمر لأبي موسى الأشعري وإسناده حسن كما يقول الحفظ من كثير وكان نقش خاتم حذيفة رضي الله عنه كركيان طائران متقابلان وبينهما كلمة الحمد لله كما في المطالب العالية لابن حجر العسقلاني وكان نقش خاتم أنس رابط حوله كما يذكر ابن أبي شيبة رحمة الله عليه في المصنفي وخاتم عمران بن حسين رجلا متقلدا بسيف ونقش خاتم النعمان ابن مقرن الصحابي الجليل إبلا قابضا إحدى يديه باسطا الأخرى كما في شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي وغيرهم من الأئمة عليهم رحمة الله ثم نقلت كلام المفكر الإسلامي الكبير أمين الخولي في كتابه صلة الإسلام بإصلاح المسيحية هذا كتاب من أعظم الكتب وكيف أن الأوروبيين عندما كانت هناك النكسة انصح التعبير بمواجهة الفكر المسيحي من خلال الكنائس والكاثوليك والطرائق التي كانوا يمنعون منها حرية الناس فبعد ذلك خرج الناس عن هذا الوثار حتى على الفكر ولا تستغرب أن تجد في بعض البلاد الأوروبية الآن بعض المجسمات وناس كما خلقهم الله والسبب في ذلك أنهم منعتقوا من الطريقة الخاطئة التي كانت عليها الكنيسة إلى طريقة خاطئة في المقابل فجاء أمين الخولي يتكلم عن صلة الإسلام بإصلاح المسيحية كيف أن المسيحيون أنفسهم ومفكروهم ومبدعوهم تأثروا بالنظر الإسلامي الوسطية التي تعطي للفنون حقوقها وانتشارها وقد وجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام في جانب الفنون جاءت الإباحة فيها من خلال واقع الناس وهذا أمر غريب في التفكير يعني عندما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة كما في السنن وغيره فيقابل امرأة فتقول المرأة يا رسول الله إني نذرت أن أضرب بالدف فوق رأسك وأغني كما يقول ابن تيمية عليه رحمة الله بإسناد جيد كلمة وأغني فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بين ذلك على اعتبار أنه من نذر أن يطيع الله فليطيعه من نذر أن يعصي الله فلا يعصي كما في صحيح فإذن هي جاء مشهد عفوي جدا إني نذرت أن أضرب بالدف فوق رأسك وأغني قال أوفي بين ذلك فإذن جاءت المسألة عفوية عندما دخل الصحابة إلى المدينة المنورة وبداية الأمر كان النبي عليه الصلاة والسلام طلع البدر علينا من ثانيات الوداع كانت الدفوف تضرب والصحابة يغنون في قصة أنجش وهو ذاهب إلى الحج كان أنجش يغني والنساء من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يسمعنا ولم يمنع النبي عليه الصلاة والسلام الصوت الجميل كان كعامر بن الأكوع يغني حتى ترقص الإبل ويقول عليه الصلاة والسلام من هذا غفر الله له وكما يقول أهل الحديث إذا قال غفر الله له أو في صحيح بن حبان رحمه الله علم أنه سيستشهد وقد ستشهد في خيبر رضي الله عنه وأرضاه إذن مساحة الفنون في الإسلام جاءت عفوية وجاءت بعض الأحاديث المنطوقة الخاصة بها والتي أطلنا فيها التفصيل في حلقات طويلة مراد كلامي أن الإسلام أتى بهذه المساحة أتى بهذا اللون الواسع قد يرى البعض أن هناك بعض المنهيات وهذا صحيح و ثابت لأنه لا بد من ضبط وهذا الذي استفاد منه المسيحيون كما قال أمير الخولي سلة الإسلام بإصلاح المسيحية لكن هذه الضوابط التي جاءت محددة مقننة على بعض الخلاف الموجود في مثل هذه الضوابط جميل دكتور نتحدث عن مدامنا تحدثنا عن جانب الشريعة و ما سمحت به الشريعة هناك شبهات لهذا الموضوع و أيضا نقاشات حول موضوع الفن خاصة كيف يمكننا أن يكون للفن أثره على الفكر يعني نحن نقول أن الفن له أثر فيه كيف يكون ذلك مع أن الفكرة أيضا دكتور يعني يعتمد غالبا على ممارسات منطقية لا تعتمد على العواطف جميل لأنه هذه واحدة من الآراء أن الجوانب الفنية تعتمد على العواطف بينما جوانب الفكر تعتمد على العقل لكن نحن نسينا أن العقل في تصنيفه و تركيبه فيه الجانبين في الجانب الأيمن و الجانب الأيسر في الجانب المنطقي و التحليلي لغة الأرقام و لغة التكتكة و الفذلكة كما يقولون و جانب العواطف و التأملات و التحليلات و الخيالات و غير ذلك هذه لا يمكن أن تقول والله هناك حاجز برزخ لا يدخل هذا في هذا ولا هذا في هذا نعم في كتب التشريح الطبي الآن إلى أن الصمامات في عقل الأنثى أو في دماغ الأنثى كما يقولون أكثر من صمام على اتبار التداخل الذي يحدث غالبا أو التأثر الذي تتأثر به و هذا رحمة بها لأنها لو كانت جامدة لربما لا تقدم جانب الرحمة و هي مهية لهذا قد يكون الرجل في تشريحه و في تكوينه كما يقول أهل الطب صمام واحد بمعنى ربما يسد هذا على هذا أحيانا لكنها أيضا متداخلة لأنها ليست عبارة عن شيء شارع عام و يوجد سد و بوابة يأمن أن ندخل أما أن نخرج يا أما عقل يا أما عاطفة لا لكن الصمام الواحد هذا يكون فيه توازن أكثر لكن يكون في المرأة أكثر من صمام و هذا يغلب فيها الجانب العاطفة ربما أحيانا تقف هكذا جامدة و ما رأيته منك خيرا قط هكذا بالكلية لكن عندما تأتي إلى الجوانب الأعظم و النظرة للمرأة ستجد أن حنانها و عاطفتها و رقتها و إحساسها الأكبر هو رحمة من الله سبحانه و تعالى لأنها تكون أشياء كثيرة إذن هذا التكوين هو لصالح الخلق لصالح هذا الإنسان ففرضية أن الفكر إنما يتأثر بالجوانب العقلية و التحليلية خاطئ و الفنون في تعريفها في جانب معين وجدته في الموسوعة العربية عندما يتكلمون عن العمارة مع أن العمارة هي حقيقة شيء صلب ثابت لكن القرآن أراد أن يقول لنا أنه شيء غير صلب بل شيء يتعلق به الفكر في سورة الكهف جدارا يريد أن ينقض فأقامه فأسند الله الإرادة إلى الجدار قال جدارا يريد مع أن الجدار جمت و قال أنه هو الذي يريد و الحقيقة أنه يريد و هذا المعنى أنت ما تأتي لترى صورة الآن مثل عندنا صورة المشهد هنا أو في الستوديو هنا عندنا جدار لو نلاحظ في الزوايا و وضعنا فيها بعض الأشكال أو بعض الألوان أو بعض الأصباظ و بعضها تضع الكتابات فهذه الكتابة تستوقفك و أنت تنظر فيها عندما تذهب مثلا إلى بلاد الأندلس أو تذهب إلى بعض المساجد مثل مسجد قرطبة و أنا لي في قصة شهيرة في قرطبة في الأندلس عندما دخلتها مسجد مثل المسجد النبوي فأردت أن أصلي فيه ركعتين فجاءني العسكري و منعني من الصلاة علم أنه مسجدنا نحن المسلمين و نحن الذين بينناه قال ممنوع فوجدت كرسي من الكراسي جلست فيه لا بد أن أصلي لأن هذا مسجدنا و تاريخنا و مكان عبادتنا فصليت جالسا نافلة على أقل أن نتقرب إلى الله سبحانه و تعالى و نحيي هذا المسجد بالعبادة أقول في الموسوعة العربية وجدت تعريف العمارة كالتالي العمارة منشأة مؤلفة من كتلة و فراغات هذا تعريف العمارة عندهم وظيفتها استيعاب نشاط إنساني كالإسكاني و العبادة و العمل و الدفاع و شرطاها المتانة و الراحة هذا هو تعريف العمارة يعني نعم هي كتل و فراغات لكن في الوقت ذاته هي نشاط إنسان بمعنى أن هناك حركة إبداعية هذه الحركة الإبداعية ممكن تكون عبادة لأنك أنت تسوي المحراب و تصنع المئذنة و بعض البيوت فيها أماكن للقرآن و أماكن للصلاة و أماكن للتأله فهو الإنسان يضع فيه حتى الصبغة ممكن تدخل حتى مستشفى من المستشفيات فتجد الهلال و تجد القوس و تجد صورة بعض الأطباء و صورة بعض الهدوية و هكذا كما فعل أخي و صديقي الدكتور وليد فتيح في مشفاه فهذا اللون الإبداعي و وضع حتى هكذا خمسة أهلة يعني الشعار الذي وضعه و عبارة عن خمسة أهلة هذه كلها تعني الجانب الإسلامي و تعني القيم التي دعا إليها الإسلام هذه المفاهيم هذه الجماليات الموجودة هي رابط حقيقي لهذا المعنى الذي نتكلم جميل لغير ذلك دكتور هناك شبه تتعلق بجانب أن هذه الفنون هي مادة استهلاكية أحيانا بعضهم كمان يقولون أنها للريلكس كما يقال أيضا جانب آخر بعضهم يقال و يرى أن هذا الفن هو مادة للتخدير فقط لا في الحقيقة الذي يتكلم بهذا المعنى لا يعيش الفن و لا يفهمه هذه خطيئة من يحاول أن يروج أن الفنون هي مادة استهلاكية فقط أو أن الفنون هي مادة كما تفضلت يعني للتخفيف أو الريلكس و التهديئة فحسب يعني كأن هذه هي الوظيفة يعني الثابتة لها أو التخدير كمان أو التخدير نعم تخدير الشعوب بها بحثنا لا تتفكر و لا هو جانب الفن هو جانب تفكيري بل العكس وجدنا أنه في الاتحاد السوفيتي كانوا يمنعون في الثورة الروسية قبل ذلك كانوا يمنعون حتى الفنون و الرسومات و الروايات لأننا نقول بمنطوقها العام لأن هذه الرسومات تحرك الإنسان وتجعله يفكر و يحرك مخياله كما يقول البهنسي و يعلق عليه البعض قال أقولها خياله و لا يحتاج إلى المخيال أيا كانت التعبيرات المهم أنها كانت تحرك هذه الأدوار فجاءت بعض الثورات لتمنع هذا في القوانتنامو أنا قرأته تقريرا الآن المسجونين هناك من العرب و المسلمين كانوا يشغلون لهم الأغاني الراب الأغاني الشديدة هذه حتى لا يرتاح الموجود فيها السجن إذن هي لها وظيفة لها دور حتى أنها تمنع الإنسان من التفكير السليم تمنع الإنسان من ينام أو يطمئن أو يفكر بشكل جيد هكذا يصرون عليها و يختارونها و قد وجدت فيها التقارير و كتبت وجدت أيضا أنه في بعض السجون العربية و حتى في السجون السعودية أن بعض السجناء إذا فتحت لهم معارض الرسوم و معارض الأشكال الجمالية و يبدأوا يرسمون أشياء معينة أو يخططون أنها تسهم في تشكيل شخصيتهم و في بنائها و في تأثيرها أو ما يفكر فيه أو ما يفكر فيه و ينقل هذا التفكير من هذا الخيال إلى الواقع و هذا هو الجثر الإسلامي الذي نتكلم عنه شيء إسلامي يعني بيكاسو مثلا تستطيع أن تقول أنه من أقرب من أقرب الفنانين معنى هو إسباني من من تكلم عن هذه الروح الجمالية و الإبداعية من خلال الرمزيات أيضا يعني أمس كنت أتحاور حول هذا المعنى بالليل فأنه و الله قضية الإسلام لماذا منع الصورة ذات أرواح كاملة و لماذا منع كذا و كذا كنا بالعكس في بعض الفنون التجريدية أو بعض الفنون المختلفة الأبعاد ممكن أن تؤثر في الوجدان الإنساني أكثر من غيرها و بيكاسو انتشاره وهو شاب إسباني و معيشته في فرنسا و هي ذات البلد العريق في هذه الفنون تجد أن صور رمزية صور مجردة حتى أحيانا الأشكال وهي بعيدة تؤثر في حركة الإنسان و في حيويته أذكر أن هناك مسرحية ذكرها عماد الدين خليل يقول أنها ترجمت إلى العربية ثم ذكرها أو نقلها في كتبه أحد كتبه عن الفنون اسمه الفنون التشكيلية يقول هناك رواية عن شخص كان مع مجموعة من الأصدقاء و أحب هذا الرجل فتاة و أخذ يبين لها مهاراته فدخلوا في مكان فروسية كل منهم يجري في هذا المكان فسقط و هو يبين هواياته و سقط على الأرض فشل هذا أو مرضى أو تكسر فتخيل أنه خلاص هذا حالته أنه من أجل العشق و من أجل الحب عاش فيها فبعد فترة شافاه الله بعد سنين طويلة شافاه الله فوجد أن حبيبته وهذه التي كان يستعرض أمامها قد ذهبت لي صاحب له أو صديق له فقال لا بد أن يعيش في نفس الحال أي حال المرض و حال التعاسى التي أنا فيها لأنه لا يمكن أن يعيش الواقع وجد الشكل الذي يحبه الجمال الذي يحبه بعيدا فبعد فترة قرر أنه إما أن يعيش حياة المرض و يتمارض و إما أن يعيش الواقع الذي هو فيه فقرر أني أقتل نفسي و أقتل صديقي هذا حتى نخرج من هذه الحياة فلا يستطيع أن يمثل واقع المشكلة التي عاشها إلا بالموت فأعماد الدين خليل يصور هذا المشهد يقول لقد نشر هذه المسرحية اسمها مسرحية هنري الرابع لكي يقولوا أن القدر لا نقابله إلا بالموت و هذه النظرة الأوروبية المادية البحتة يعني يصورون الجمال و يصورون الاستعراض و يصورون الإبداع الذي صار إما أن أحقق هدفي و إما أن لا أحقق هدفي مع أنه يرسم في الإنسان معاني جميلة و عاطفية و عقلانية أكثر من أن تصل إلى الصورة السلبية دكتور بعد هذه الشبه دعنا نتحدث عن موضوع أهم في نظريات لهذه الفنون نعرف من خلال قراءة تاريخية نود أن نعرف أكثر ما نتج عن هذه الفكر و يضع في السفات لبيان أثر الفنون على الفكر كما يقال أول نظرية ممكن أن تقابلنا في تأثير الفنون على الفكر هي نظرية البقاء نظرية البقاء الخطيب اللامع الخطيب المجتهد الذي يتقن اللغة العربية الذي يستطيع أن يتكلم بفصاحة يستطيع أن يستنطق الآيات و الشواهد التاريخية و كذلك أبيات الشعر يستطيع أن يحرك الجماهير حوله و في الحقيقة يجمع آلاف الناس و بمجموعها نستطيع أن نتكلم عن مئات الآلاف من الناس فالناس هنا تستعذب اللغة العربية تستعذب الكلام الطيب و تسمع الشاهد التاريخي فتتحر تسمع الأبيات الشعرية فيهزها هذا المعنى عندما نذهب إلى طبيب بارع متفن جاد في عمله و مطقن في أدواته فهذا يؤثر في مجموع الناس بأخلاقه و بسمته و بعلاقاته عندما نتكلم عن فنان أو فنانة تشكيلية و تدعو في معرضها مئة و مئتين و أربعمائة و خمسمائة فسينقلون هذه الرسومات الموجودة إلى بيوتهم فيأخذون هذه الصورة و يعلقونها في الغراف و يعلقونها في الممرات في الحقيقة هي قامت بحركة تاريخية أو حركة فنية و أوصلتها إلى داخل البيوت و عمقت فيها المعاني إذن نظرية الفنون هي نظرية البقاء البيت الشعر الآن الذي خلده مثلاً بعض الشعراء سنجده في ساحات مثلاً الميدان في اليمن وجدنا قصيدة مثلاً البردوني لماذا لي الجوع و القصف لك ينشدني الجوع و أنا أسألك و تقتال تجوعي و تدعى النزيه و هل أصبح اللص يوماً ملك القصيدة الشهيرة البديعة في تونس وجدنا إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر في مصر وجدنا حتى أغانيهم و ما قاله شعراء أحمد شوقي و ما قال عبد الحليم أو أون كلفو بغض النظر عن كل هذه الأشياء كانت تحيي الأشياء الجمالية و خلدتها و أصبح أؤلاء يسمونهم فنانوء الثورة إذن هذه اللمسات الإبداعية تؤدي دورها و حقيقتها و قيمتها كواحدة من النظريات الفن هو نظرية بقاء نظرية وجود و نظرية استحكام في الواقع النظرية الثانية هي نظرية التوازن البعض يظن أن هذه الفنون هي كالملح في الطعام لا الفنون هي عبارة عن نشاط إنساني مستمر يقوم بماذا يقوم بدور التوازن في حياة الحياة التوازن النفسي و التوازن الاجتماعي و التوازن الدعوي و العاطفي و العقلي الإنسان إذا بدأ يتأمل و بدأ يتفكر و ينظر إلى الفيلم أو ينظر إلى المسرحية أو ينظر حتى إلى مباراة كرة القدم و هذه قالها عماد الدين خليل يعني هو واحد من الفلاسفة الموجودين أن بعض المباريات الموجودة بفنها و بأثرها و إبداعها و خططها و مكرها و تحريك هذا و تقديم هذا و إدخال هذا هذه كله عبارة عن عمليات عقلية ليست هي عبارة عن أمور بسيطة ثم أنها ترفع الإنسان من مجموعة من الدنايا عندما تقوي فيه الجوانب تؤثر فيه عندما تكون فيه اللمسة الدينية اللمسة الإبداعية الجمالية يعني بروح الإسلام من صحة التعبير أو بحس الإسلام فهي تدخل في كل جوانب الحياة و وجدنا هذا الفن مصاحبا لحتى في رحلة الحج و في مصنف بنبي شايفان عمر الخطاب و معروف يعني من هو عمر كان مجموعة من الصحابة يغنون في طريقهم فتكلموا معهم فقال لهم أمير ماذا تفعلون قالوا يا أمير الموين نقصر الطريق فأذن لهم رضي الله عنه و أرضاه إذن هذا التواكم و نظرية التوازن و إحداثها جانب مهم في حياة الناس النظرية الثالثة ممكن نتكلم عنها و هي نظرية التوظيف نظرية مهمة و هي أن الألفنون بذاتها تتغلغل في حياة المجتمعات هي لها وظيفة ذاتية فإشغال المجموعة من الأطفال و أبناء المدارس أن تكون هناك مواد فنية راقية و أن يكون هناك زيارات إلى متاحف سواء في الداخل أو في الخارج معرفة واقع الشعراء و واقع الفنانين أساليب الخطابة البرامج الفنية المنوعة و المختلفة هذه كلها تصبغ جوانب الآن الأفلام ما هي الأفلام القصيرة و البرامج القصيرة هذه كلها محاكاة لهذا الجانب الفني و الإبداعي عندما نقول أن الإسلام رسمه أتى به حركه حتى يا أخي الإنسان يحب في لحظة حتى قتله هو يعلم أنه سيقتل عندما جاء مجموعة من الرجال قريش في بدر يبارزون النبي صلى الله عليه وسلم و معه من الصحابة فقالوا أخرج لنا رجالك فأخرج له النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأنصار فقالوا لا يعني هؤلاء أكفى لكن يريد من أهلنا يعني من الرجالات مكة فأخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة و أخرج لهم ثلاثة من الصحابة الكرام فبارزوا و فقتلوا هكذا الناس حتى وهم يعلمون أن هناك قاتل و مقتول يريد الأكفى يريد الأقوى يريد الذي يجابهه يريد الرجل الشجاع و بعضهم كان يقول الألفن هو الشجاعة يعني عندما أراد أن يعرفون الفن قال الفن هو الشجاعة لماذا أنك تتشجع لإخراج المواهب إعطائها الجوانب الحرية و الإبداعية التي تشكل شخصيات الناس فليس هناك نوع من القيد و إلا قيود محدودة جميل دكتور بين البقاء و التوازن و أيضا التوظيف هل يمكن لنا أن نقسم هذه الفنون و النظريات على أثر نقسم هذه الفنون من خلال النظريات نستطيع أن نطبق مثل هذه النظريات على أرض الواقع الفنان و غيره في عدة جوانب يعني كما ذكرت لنا عندما كنت في النرويج قبل إمكاني 12 سنة أو 10 سنوات تقريباً وجدت فيلماً و إثائقيًا على قناة الجزيرة يعرض عن سرقة الآثار في العراق هذا الحال هو الإبداع و اللمسات لماذا كان هناك حرص شديد على سرقة هذه المقتنيات لماذا وجدنا حتى أن المستعمر يخرب يعني هناك فرق بين المستعمر البريطاني و المستعمر الفرنسي وجدنا أن المستعمر الفرنسي يترك الفنون كما هي هو متخصص في هذا الجانب مبدع في هذا الجانب عجيب هذا الأمر يتركها كما هي ليبقي آثاره و ليبقي أفكاره حتى في الأشكال و في الجدران المستعمر الفرنسي يترك المباني كما هي عكس المستعمر البريطاني الذي يهدم طريقته أنه يهدم و طريقته أنه يزيل بينما المستعمر الفرنسي يترك الآثار حتى لما يخرج يترك الآثار و يبقيها وجدنا حتى أن بعض المستعربين بعض الأسف الذين خرجوا إلى فرنسا وتدربوا وتعلموا من هوات الآداب والأفكار وكيف نقلوا أراءهم وأفكارهم إلى البلاد العربية والإسلامية بوجهها الكالح وجهها السلبي ضد الإسلام وكانوا محاربين له إذن هم يتعاملون بهذا الفن لأنهم يفهموه من زار فرنسا يرى تقريباً المباني متشابكة متشابهة فيما بينها لا يفرق بين هذا وهذا وهذا لماذا؟ لأنه يعلم علم اليقين أن هذه الألفنون الخالدة باقية وراسخة إذن الفن في واقعنا المعاصر اليوم هو عبارة عن تخليد الكتاب الذي يكتبها الإنسان الآن في تويتر بعناية وبرقة الرسم الذي يرسمه الإنسان الفيلم القصير الذي يخرج إبداع الخطيب، إبداع الطبيب، إبداع المهندس فنه في التعامل، فنه في الإدارة، النظريات، التوجهات هذه كله عبارة عن فنون حديثة، فنون جديدة بتطبيق الإنسان لها وهذا هو الجوهر المهم بتطبيق الإنسان لها هو إشعاع حقيقي لهذه المعاني في لمساته، في كلماته، في فنونه، في بيته كما سماها رالف بيري في كتابه العظيم آفاقو البيئة قال هناك فنون ذات قيمة و فنون ذات منفعة الفنون ذات المنفعة يما تدخل البيت و تحاول تسوي لك أثاث و ترتب بلاط معين و كذا يقول لك هذه ذات منفعة، منافع تخطها لكن هذا ممكن تشيله و تغيره بعد فترة ولكن يقول الفنون ذات القيمة هي التي تبقى راسخة فتجد يضع الخطوط، يجد بعض اللوحات المعينة طريقة حندسة البيت الداخلية أماكن النظافة هذه الأشياء يكون الفنون ذات القيمة أما تلك الفنون المنفعة التي تتغير و تتبدل كلها لحظة و تضع ذلك من فكرة أنه أصبح ينسك في البيت و من خلال التنسيقات أو الصورة أو غيرها نعم عندما يكون الإنسان نظيفا عندما يكون الإنسان أنيقا عندما يكون الإنسان ذواقا عندما يكون متخيلا عندما يكون مفكرا هذا كله ماذا يفعل؟ قلنا أن الثورات ترفض هذا و مجموعة حتى من المسارح و من الفنون ترفض الآن الإذاعات مثلاً يخشى منها يخشى منها أنها تقوم بعض الإذاعات ذات القيمة و بعض الإذاعات ذات الأثر و ذات البعد لكن هذه الإذاعات التي هدفها أن ترقص الناس في الشوارع هذه لا تعنينا إنما تعنينا ذات القيمة فيها جوانب عن الحياة و فيها جوانب عن البطولة و فيها جوانب عن الأسرة و الطفولة و غير ذلك هذه التلوينات المختلفة هو المقصود كما قلنا في ذات القرآن نفسه و ما ذكره ذوات أفنان أي ذوات أشكال و ألوان مختلفة جميل إذن دكتور لعلنا بهذه النظريات نختم هذا الموضوع لتحدثنا فيه عن الفن و تأثيره على الفكر أنتقل بك و أيضا بساعدة المشاهدين الفقرة التالية لنفتح سوية الأبواب مشكلات وزارة العمل هل تحلها حفلة عشاء؟ سوريا تتسيكل مدنيا و الشعب ينتظر الحسم و أخيرا مصر تتحاكم للصناديق رغم الاختلاف و الكلمة النهائية للشعب أهلا بكم مرة أخرى دكتور دعينا أفتح لبها ابتداء من وزارة العمل و مشكلتها هذه قضية عامة يعني كل العرب و المسلمين يعانون من هذه الأشياء سواء تكون في أي بلد عربي لكن خطنا نموذج هنا حصل يعني عندما تريد أن تذكر مشكلات في الحياة العملية مثل وزارة العمل و جمعت مجموعة من تويتريين و التقى بهم بشرح ما تقوم بها الوزارة من أعمال طب لماذا لا تخرج الوزارة و تعلنه أمام الملأ؟ لماذا لا تسوي مؤتمر صحفي و يتناقش الناس و يتحاورون و تأتي الصحف العامة و ينشر أيضا على الهواء مباشرة و يرد الناس و يتكلمون فلماذا دائما قراراتنا التي تمس حياة الناس هي قراراتها كذا صادمة و مفاجئة ثم بعد ذلك نرى ردات الفعل فنخرج للناس حتى أصحاب البرلمانات يعني يقررون بعض القرارات فيما بينهم ثم يصادمون الناس بها فتأتي ردات فعل أخرى نعم أنتم مؤثلوا الشعب لكن بيّنوا للناس حتى على مستوى الرئاسة عليك أن تبين قراراتك و تبين أعمالك لماذا دائما نجعل الناس ممنوعين أو معزولين عن الحياة فهذه خطيئة ترتكب أني أنا مجموعة من الناس الذين لهم أثر و أتكلم معهم و ينتهي الحال لا الأخطاء هذه الشنيعة يجب أن تتغير نحن في قرن جديد في واقع جديد الأب يا أخي الأم إذا أرادوا أن يقرروا في البيت شيئا معينة فليبينوا لأولادهم يتحدثوا معهم إدارة المدرسة إدارة المهنة و العمل فكل هذا على مستويات الأسرة و التربية و على مستويات الفكر و الدعوة أن يبينوا آراءهم و يبينوا أفكارهم فيه أشياء تحتاج إلى أسرار و قرارات داخلية نعم ولكن عندما تكون أشياء خاصة أو عامة بتخرج من خصوصية إلى العمومية يجب أن نغير آراءنا و أفكارنا و أن نكون على قدرة و على استطاعة أن نتحدث مع الناس و أن نبين لهم ما و وصلنا إليهم من آراء و أفكارنا جميل أنتقل أيضا الجانب الآخر لجانب السوري و الشعب لازال ينتظر القرار بعض الصحفيين البارزين قال أن سوريا تتسيكل يعني جعلها نظرية الدراجة أو السيكل باللغة العامية أي أنها تدور بشكل سريع و بين الأزقة بحيث أنه لا ينتبه إلى أحد أعجبتني هذه العبارة فعلا أن الثورة السورية الآن طرف أنا كنت الأسبوع الماضي مع مجموعة من الناس المفكرين و السياسيين تجد ذات اليمين إلى ذات اليسار أنا اللي أقول الآن أن فعلا سوريا قاعد تتحرك داخليا وتمر من داخل الممرات و من داخل الأزقة لتصل إلى مبتغاها و غاياتها و بإذن الله عز وجل النصر قريب لا ندري ربما تكون الجمعة القادمة أو التي تليها يا رب و نحن نتكلم عن بعض الهموم و بعض الأفكار حول سوريا لكن الذي يهمنا أن الرجوع الوراء ليس لصالحنا البعض أصبح يضنضن على صوملة سوريا و على أنها ستكون أشبه بالعراق لسنا مع هؤلاء القوم و لا نفكر بتفكير نهائيا سوريا أعقل وأكبر وأوعى برجالاتها و بنسائها و بعقلائها و بشبابها و الاتلاف السوري الحديث أنا معه و مؤيد له خيرة الرجال و خلص النساء و المبدعين و المفكرين على جميع مستوياتهم يجب أن نكون صفا واحدا مع هذا الاتجاه و لا نخشى من الدائر ما يفتننا البعض أن هناك شيء من بعض الجهاديين أو بعض القاعدة أو أفكار قومية أو غير ذلك هذه ليس أوقاتها و ليست هذه لحظاتها اللحظة الحاسمة هي لحظة التغيير و نحن مؤمنون بإذن الله و خاصة في هذه اللحظات المباركة أن النصر آتي لا نريد أن ننظر كثيرا نريد أن نطمئن و نريد أن نقوي الشوكة و الداخل السوري و نقول بإذننا أن النصر قريب وصلت للمجموعة من الرسائل الأمس مجموعة من المهتمين مجموعة من المسؤولين السياسيين إلى أن اللحظات الحاسمة قريبة من الداخل السوري نسأل الله سبحانه و تعالى أن نصر يجانب الأخير في مصر و رغم أن الكلمة دائمة للشعب هناك لكن أصبح الآن مصر كاملة تتحكم إلى الصناديق رغم الاختلاف من الجوانب عديدة في مصر يعني لم أجد نفسي مهتما بالإعلام مثل اهتمامي الأسبوع الماضي تسمير على كل البرامل خلوا كل الخليجيين و العرب مصريين للحقيقة لأن فعلا تغيرات هائلة و رسم صورة حقيقية للدولة الحديثة لذلك نقول كل العرب تقريبا و المسلمين شغلوهم بأفكارهم و بمشروعاتهم تسمرت أمام مجموعة من القنوات لأتابع قضية الدستور و تستطيع أن تختبرني فيه بالمناسبة تحليل أسقد و ليس مجرد البيانات الدستورية فأريد أن أقف بشكل عاجل أمام مشروع الدستور عند مجموعة من الفقرات يعني مثلا في باب الحقوق الشخصية المادة 35 فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل منع من السفر ولا تقيد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ما يجوز لا تحبس أحد ولا تفتشه ولا تمنعه من سفر إلا بأمر قضائي يجب أن يصدر من المحكمة بأسباب قانونية ما تقول والله نحن نعرف ما لا تعرفه أنت و نحن ندري ما لا تدريه أنت والمصلحة العلية تختضي ما عندك شيء اسم المصلحة أنت جهة عند قضاء القضاء هو الذي يحكم القضاء هو الذي وبشرط أن القضاء يبين له أسبابه عندما نتكلم عن الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين حق تكوين الجمعيات و المؤسسات الأهلية و الأحزاب بمجرد الإختار فقط تبين لهم و تمارس نشاطها بحرية و تكون لها الشخصية الاعتبارية و لا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي و ذلك على النحو المبين بالقانون للإنسان يا أخي أن يعمل للإنسان أن ينشئ تيارا حزبا فكرا ما الذي يمنع هذا بضابطه العامة هذا في الدستور هذا في الدستور الذي سيوقع عليه الناس وهو دستور بذل فيه مجهود هائل و ضخم و كبير و وقع عليه كل من شارك فيه و من انسحب هذا رأيه الخاص أما قضية 17 يوم و 7 ساعات و ما أعرف هذه الأكاذيب والألعاب فيها بعض الملحوظات فيها بعض الأشياء لكن يجب أن يصوت المصريون على هذا بنعم أو لا هذا قرارهم السيادي لكننا حق وأمان أن نقول بذل فيه يعني جهد هائل في جانب الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية تكفل الدولة رعاية النشأ و الشباب هذا يعني الشباب رعاية النشأ و الشباب و تأهيلهم و تنميتهم روحيا و خلقيا و ثقافيا و علميا و بدنيا و نفسيا و اجتماعيا و اقتصاديا و تمكينهم و تمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة 60% 70% من الشعب الآن هم الشباب يجب أن يقولوا أراءهم السياسية يجب أن يشاركوا و يعرفوا ما مصيرهم جميعا فيها دعوة للحرية المكفولة بالقانون المكفولة بالقضاء كل شيء نجده مربوط بالقضاء و ليس القضاء هكذا كلمة هلامية لا القضاء تذكر المسببات و الحيثيات في الفقرة المتعلقة بالسلطة التنفيذية و السلطة الرئيس في المادة 188 يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ولا يجوز أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى ولا أن يزاوي طوال مدة توليه المنصب بالذات أو بالواسطة مهنة حرة لا يجوز يعمل مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ولا أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ولا أن يقاضيها عليه ولا أن يبرب مع عقد التزام أو توريد أو مقاولة الذي في السلطة لا يجوز له أن يستخدم هذا المال و يتعين على رئيس الجمهورية هذا المهم تقديم إقرار ذمة مالية من أين لك هذا كلمة عمرو الخطاب يقدم ذمة مالية عند توليه المنصب و عند تركه و في نهاية كله يقول قديش صرفت و قديش أكلت و قديش شربت يعرض على مجلس النواب ليراقبه و إذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية بسبب المنصب أو بمناسبته تقول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة و كل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون يلاحق كل أشياء بالقانون و بالقضاء هذا حقيقة النموذج مشرف للشعب المصري و أراحونا و بيّنوا لنا أنه الآن في طريق أن يبين الناس ما لهم و ما عليهم يعرفوا الحقوق و الواجبات و أن ينص عليها و أن توزع بين الناس و المناسبة وجدت هذا حتى في أوروبا عند مزورة بروكسل في بلجيكا وجدت أنهم يضعون هذا النموذج تعرف الاتحاد الأوروبي و وضعوا دساتير تخصهم كلهم بكافة الألوان و الكتاب مطبوع و الله بحجم الأصبع بهذا الحجم فتأخذه و تجد فيه هذه المواد كلها بحجم صغير يمكن بحجم ثمانية بالكمبيوتر و مطبوع بهذا الكتاب الصغير و تضعوا حتى في الجيب الصغير داخل الجيب العام في ثوبك مثلا فإذا أوقفك شرطي أو إذا ذهبت إلى محكمة أو إذا سارت عندك مشكلة في التعليم أو في الاقتصاد أو حتى مع الرئيس نفسه تستطيع أن تتحاكم معه و تقول والمادة كذا و البند كذا و كذا دكتور مثل هذه القرارات و كما قرأنا و سمعنا في هذا الدستور يعني كل الشعوب تريد هذا الإنسان بطبيعة يريد هذه الحقوق و هذه الأنظمة لماذا طبع الاختلاف الموجود هناك؟ لا لا توجد حقوق واضحة للناس توجد بعضها مكتوب نعم و لكنه غير مطبق فيفترض أنا وجدت هذا حتى في الصين عندما زرتها كانوا يلزمون رجل التكسي أنه يضع الدستور هذا مطبوعا في الجيوب الجيوب السيارة الخلفية حتى يراها الناس الذين يركبون السيارات أو في الباصات هذا موجود لماذا؟ حتى يتعرف الناس على أنظمتهم و يتعرف الناس على قوانينهم حتى وجدت المشروعات التي تعملها الدولة يعني استغرب سألت الأخ الذي معي في الصين اشرح لي الموجودة بلغات المصينية فذكر لي أن هذه حتى الخطة الخمسية للبلد موجودة فهناك خطة عامة يجب أن يعرف الناس أين تتجه الدولة و يوجد عنده ما يسمى بالمشروع العام يشارك فيه كل الناس و فيه بلود مختلفة فالمشروع العام الذي كنت فيه في الصين في شنقهائي قبل بضع سنوات كان عن الأطفال مشروع خاص بالطفل كل خمسة سنوات يركزون على مشروع معين يشارك فيه كل الناس و تبقى أيش الخطة العامة التي يعرفها الناس المالية و الاقتصادية و السياسية و التعليمية حتى يشارك فيها الناس حتى الخطة الخمسية الناس تشارك فيها و تبدي الرأي و تحاسب عليها لأن من الجهة التنفيذية هي الشعبية تروح للبرلمان و تقول لهم حصل كيت و كيت هذا النموذج هو ما نأمله و ما نحلم به في كل البلاد العربية و الإسلامية أن يطبق فنحن نريد أن يطبق شرع الله سبحانه و تعالى بكل مفاهيمه و شموليته في الأرض و هكذا نسعد إذا كان الإنسان شريكاً في قراراته شريكاً في آرائه و هو على علم و على يقين أنهم على سواسيا ليس هناك لأحد حق على أحد إلا بالنظام و بالدستور الذي ظله الإسلام و حاكميته الإسلام و هذا يؤمن به كل عربي و كل مسلم و لكن تطبيقاته و نظرياته هي ما تقره الشعوب جميع نسو الله سبحانه و سبحانه و سبحانه و سحايا جميع شكراً لكم دكتور الشكر لكم شاهدين ومتابعين في هذه اللحظات نختتم هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن مواضيع متعددة وكما عنونا للحلقة في أثر الفن ثم استطرقنا أيضا في الجوانب السورية والمصرية نصل الله سبحانه وتعالى نصلح الحالة جميعا أيها الإنسان هو خطاب ذاتي يتكرر لنا في كل أسبوع لنغير ونتغير إلى اللقاء أيها الإنسان مهلا ولتكن حرا رفيقا أنت من ماء فهلا مثله كنت رقيقا كل أهل الأرض أهلي وأرى فيهم جمالا هم بنوحا وأمثلي خلق مولا